بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحيكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية نستعرض نماذج عن علم القيادة الحديث بآخر ما وصل إليه ونطبق عليه استشهادات من السيرة النبوية المباركة في هذا البرنامج عرضت عليكم مجموعة من النماذج كنت قد في الحلقات الأولى عرضت عليكم نموذج أسميته نموذج فهم القيادة من فاته هذا النموذج ممكن أن يرجع إلى موقع قناة الرسالة أو يرجع إلى حلقات الأولى من هذا البرنامج ستجدونها في أرشيف الرسالة أو في قناة الرسالة على اليوتيوب تستطيعون متابعتها ستجدون النماذج أيضا التي فاتتكم في موقعنا على الفيسبوك وبالذات موقع هذا البرنامج أسرار القيادة النبوية فشرحت له لكم نموذج فهم القيادة ثم ابتدأنا بالحديث عن النموذج العام للقيادة في النموذج العام للقيادة بدأنا بنموذج الاستكشاف ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نموذج التربية القيادية ثم سنأتي بعد ذلك إلى التدريب على القيادة العامة فهذه ثلاث نماذج رئيسية هي التي ستلخص لنا علم القيادة وداخلها يوجد أيضا مجموعة من النماذج التفصيلية انتهيت في الحلقات السابقة من نموذج الاستكشاف تحدثنا عن علامات القيادة وعما نبحث عندما نحاول أن نبحث عن هذه العلامات وكيف نبحث عن هذه العلامات وانتقلت بعد ذلك للحديث عن التربية القيادية ونحن ما زلنا في هذا النموذج نموذج التربية القيادية نموذج التربية القيادية خمس أجزاء غطينا منه ثلاثة أجزاء رئيسية ثم بعد ذلك سننتقل إلى نموذج التربية على القيادة العامة بأجزائه الثمانية دعونا الآن نفصل في النموذج الذي نحن فيه وهو نموذج التربية القيادية نموذج التربية القيادية يتشكل من خمس أجزاء رئيسية حددتكم عن القناعات وفصلت في أجزائها الخمسة ثم تحددت عن الاهتمامات وأيضا كانت لها أجزاء خمسة وفي الحلقة الماضية تكلمت عن المهارات وتفاصيلها الخمسة في هذه الحلقة سنتحدث عن العلاقات وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن القدوات إذن حديثنا اليوم سيكون عن العلاقات العلاقات هذه قضية لا تخفى على أحد أهميتها العلاقات مهمة جدا للأفراد للمنظمات للمؤسسات الأفراء هذه العلاقات قد تتحول مع الأيام إلى قوة نفوذ خاصة في المجتمعات خاصة المجتمعات التي فيها ترهو الوظيفي فيها روتين ممل وبالتالي الواسطة وكذا تكون العلاقات هي الأساس فيها للأسف حتى في الغرب على فكرة لما كنا نعيش في الغرب كانت العلاقات ما زالت موجودة والواسطة موجودة لكن هي درجات كم حجمها وبالتالي تكون العلاقات والعلم والمعرفة سلاح حام لتدليل الصعاب تدليل الأعمال اكتساب السلوك أحيانا يكون متأثر والأخلاق والسلوك تتأثر بهذه العلاقات تتأثر بالوسط بالوسط الذي يحيط بالإنسان عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه اسأل عن أصحابه فكل قرين بالمقارنة يقتدي لا شك أن الناس كثير من الناس يكتسب عادات حميدة أو عادات سيئة تقليدا لمن حولهم الفكر والقناعات والعقيدة حتى هذه تتأثر بمن حوله فما بالكم بالعلاقات فالإنسان يكتسبها ممن حوله نعم الإنسان يولد على الفطرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن الإنسان يأتي صافي لكن يأتي المجتمع من حوله وبالذات في فترة التنشئة فتشكل الإنسان ولذلك عندما يكبر الإنسان يتضال مع الأيام تأثير الوالدين ويزداد تأثير الأصحاب ومع الأيام يتعلم الشاب أو الفتاة ممن حولهم أكثر من أبويهم يتعلمون الفكر الهوايات المهارات المختلفة لا شك المجتمع والبيئة من حولنا تشكلنا بشكل كبير وفي بعض الناس يستطيع أن يكسر هذا لكن قلة هم النبي صلى الله عليه وسلم عاش في العديد من البيئات ليس بيئة واحدة وكون العديد من العلاقات وسأستعرض معكم هذا الربط بين العلاقات وهذه البيئة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم عاش عند حليمة السعدية عاش في طفولته في بني سعد ليش كان القريش يرسلون أولادهم لسببين رئيسيين مكة مكان حج وبالتالي يأتي الناس من كل مكان ويأتي تأتي معهم الأمراض وخاصة في ذلك الوقت الطب ما هم وتطور فهذه الأمراض تؤثر على الأطفال الصغار بالذات فكثرت فيهم الوفيات فتعود أهل القريش أنه بالذات في أول سنتين إلى أن يأخذ الطفل مناعة يربونه خارج مكة فتربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صحراوية بيئة صحراوية سؤل لورنس العرب اللي هو ضابط المخابرات البريطانية اللي كان يعيش مع العرب والذي أشعل الثورة العربية الكبرى قالوا لماذا كنت تحب الصحراء قال لأنها نظيفة شوفوا له الجواب وفعلا الصحراء نظيفة صحراء ما فيها أمراض صحراء ما فيها تلوث صحراء ما فيها هذه المشاكل التي في المدن فالنبي صلى الله عليه وسلم تربى في هذه البيئة الصحراوية هذه البيئة الصحراوية تجعل الجسم قويا ولذلك قيل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وهو عمره سنتين كان شكله كطفل عمره ست سنوات فهذا جزء من تشكيلته لكن حديثي ليس فقط عن الجانب الجسدي حديثي بالذات هنا عن جانب العلاقات فالبيئة الصحراوية بالاضافة الى الجانب الجسدي تزكي الفطرة يعيش الانسان يتأمل يتأمل في الكون يتأمل في الفضاء وخاصة لما يكون يرعى الغنم بعد هذه تزيده فهو تربى في الصحراء ثم رعى الغنم وكلاهما يجعل عند الانسان تأمل فالبيئة تزكي الفطرة تطلق الفكر تطلق العواطف وخاصة على فكرة قالوا تربية الغنم وليس تربية الابل تربية الغنم فيها جانب شديد من الرحمة تربية الابل فيها كثير من الجلافة هذه لينا لا يابد مراعاة تلك خشنة فكلها سبحان الله درسوها هذه المسألة وبالذات ابن خلدون رحمه الله تعالى بالاضافة ان هذه البيئة بيئة بني سعد كان سبب ثاني القريش ترسل اولادها خارج مكة يرسلهم في الصحارة الحرص على اللغة العربية الفصيحة الفصيحة مكة كما ذكرت لكم يأتيها الناس من كل مكان عرب وغير عرب فمع الايام بعضهم تتأثر لهجته تتأثر لسانه بعض الكلمات ما تكون فصيحة مئة بالمئة بينما في بني سعد الكلام اليومي هو بلغة عربية من افصح ما يمكن فاذا تربى هناك وتعلم وسيلة التواصل والتعبير مع الناس واستمر هذا التأثير هذه العلاقة البيئية الاولى استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت افصح منك يا رسول الله ما في انسان باللغة افصح منك فقال له ما يمنعني وانا من قريش وارضعت في بني سعد طبعا فكلها هذه البيئة شكلته صلى الله عليه وسلم كما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في اهم مركز ديني في كل الجزيرة العربية في مكة في مكان الحج والعمرة تأتيها الوفود من كل مكان فكانت فرصة للتعرف على قبائل العرب على انساب العرب بالاضافة ان مكة كانت من اهم المراكز التجارية في كل جزيرة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه التجربة التجارية كان يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس ويكون علاقات تجارية وتعرفون تاجر في تجارة خديجة الى الشام فكل هذا كانت علاقات اضيفوا الى هذا ان هجرة للمدينة المنورة وسعت من علاقاته بالناس هناك عايش ناس عرب غير مكة غير قريش تعايش مع يهود وتعايش مع بيئة زراعية مكة ما هي بيئة زراعية وطبيعة الزراعة في اقتصادياتها تختلف اختلاف جذري عن طبيعة التجارة فاذا تنوعت هذه العلاقات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء العلاقات او تنمية العلاقات هذا الجانب الرئيسي من التربية فيه خمس اجزاء رئيسية تحت عنصر العلاقات ابدأ بها معكم بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى مع اسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن تربية القادة التربية القيادية وقد صنعت لكم نموذجا في التربية القيادية من خمس اجزاء تحدث في الحلقات الماضية عن الجانب الاول وهو القناعات تربية على قناعات صحيحة والجانب الثاني الاهتمامات تعديل الاهتمامات لتكون اهتمامات فعالة ونافعة والامر الثالث المهارات لان الانتاج ارتبط بالمهارات وحديثي معكم اليوم عن الجانب الرابع من التربية القيادية وهو جانب العلاقات في نموذجي في قضية العلاقات هناك خمس اجزاء تفصيلية اخذها معكم في هذه الرحلة في هذه الحلقة ونبدأ بالجانب الاول وهو اختيار العلاقات الاختيار اختيار العلاقات اقامة العلاقات لابد ان يراعي مواصفات هل طبيعة الشخص هذا الذي سابني معه العلاقة هل هو مرح هل هو عصبي هل هو بخيل هو كريم صبور ممل متهور رزين ليس كل واحد طبيعته تركب مع طبيعتي فلابد ان اختار من يناسبني ايضا جانب اخر وهو المستوى الثقافي الناس مستوياته الثقافية مختلفة المستوى الثقافي يشمل مستوى التعليم مستوى الفكر القدرة على الحوار تقبل الرأي الاخر في ناس انا ما استطيع اتحمل طريقة تفكير طريقة تفكير سادجة او جامدة عقلي لا يتحمل هذا وبالتالي انا ممكن اكون علاقة سطحية معه لكن ما استطيع ابني معه علاقة حقيقية هناك جانب ثالث يؤثر على العلاقات وهو البيئة الاجتماعية بعض العلاقات لا تنجح بسبب حجم الاختلاف في البيئة الاجتماعية طبيعة التقاليد التي تحكم الطبقات الاستراطية كما يقولون الغنية المترفة غير التي للعمال والفلاحين فاحيانا هنا العلاقة ما تركب ايضا الهوايات المهارات الدراسات واضحة كلما تقاربت المهارات والهوايات زادت درجات العلاقة ودرجات السعادة فقد تكون المهارات والهوايات سبب من اسباب نجاح العلاقات اختيار الصديق المناسب هذه مسألة ليست سهلة فارق السن كمثال بعض العلاقات من المهم ان السن يكون متقارب وبعض العلاقات تحتاج ان يكون هناك فارق سن واضح مثلا طالب العلم علاقته مع شيخه اذا كانوا متقاربين في السن هنا الوضع اقل مستوى مما لو كان هناك فارق في السن المدرب مع المتدربين الافضل ان يكون هناك فارق في السن ليس ضروري لكن هذا افضل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اختار ابي بكر الصديق وجعله اعز اصحابه اعز اصدقاءه ابو بكر الصديق يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخدت ابا بكر خليلا الا خلة الاسلام يعني انا قلبي معلق بالله ما يستطيع يملأ قلبي غير الله لو كنت متخذ انسان من البشر لاتخت ابا بكر ثم امر قال لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بكر الخوخة ما هي كانوا الناس بيوتهم لاصقة في المسجد النبوي لما بني المسجد النبوي الناس بنت بيوتها لاصقة في المسجد النبوي وعشان ما يتعبوا يروحوا من الباب ويلفوا ويدخلوا المسجد النبوي من باب الرئيسي كل واحد فتح له باب صغير مباشرة من بيته على المسجد يسمونها خوخة هذه الخوخة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت هذه سبب البيوت اللي حول المسجد فامر بيغلاقها جميعا الا خوخة ابي بكر لمكانته النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابو بكر قريب مننا في السن قريب مننا في الطباع قريب مننا في البيئة قريب مننا في المستوى الاجتماعي قريب مننا قريب مننا في القيام حتى قبل الاسلام على فكرة الصداقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر لم تبدأ بعد اسلامه هو صديق من قبل ان يكون مسلم ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اعلن الدعوة يقول كل الناس ناقشوني ما في احد الا سأني عن تفاصيل الا ابو بكر قلت له يا ابا بكر الله ارسلني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ما ناقش ابدا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة الوثيقة حتى كأنه صار جسد واحد معاها هذه عمق في العلاقة وكانت من العلاقات الوثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مع زيد ابن حارثة الذي اسلم قبل عمر قبل ابو بكر الصديق لانه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقصة تربية زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد وقع في السبي يعني اسر وهو عمره ثمان سنين يبدو القبائل العربية تهجم على بعضها فسرقوه وهو عمره ثمان سنين وباعوه عبد واستمر يتنقل بين الايدي حتى اشتراه حكيم ابن حزام صحابي رضي الله عنه في ذاك الوقت ما كان مسلم طبعا واهداه لخديجة بنت خويلد فخديجة اهدته للرسول صلى الله عليه وسلم يكون عبدا وخادما للرسول صلى الله عليه وسلم زيد ابوه وعمة بدأوا يبحثون عنه في كل مكان حتى جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوا به قالوا هذا ابنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيكم قالوا مستعدين ان ندفع ثمن قال اعطيكم احسن من ذلك نخيره الان صار كبير عمره 20 سنة نخيره اذا اختارني يبقى معي واذا اختاركم يذهب معكم بدون ثمن فقالوا والله انصفت اكثر من هذا ما نريد في احد سيختار العبودية فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال هذا ابوك هذا عمك اخترني او اخترهما فقال زيد ما انا بالذي اختار عليك احدا انت مني مكان الاب ومكان العم فابوه وعمه ما هم صدقين في انسان يختار العبودية ويترك ابوه وعمه قالوا لويحك تختار العبودية على الحرية وعلى ابيك وعمك واهل بيتك فقال له ما زيد ما انا بالذي اختار عليه احدا واني يا ابي رأيت من هذا الرجل الشيء الحسن رأيت اخلاق ما توقع لا ابوي ولا امي يعطوني اياها فما انا ابو مفارقه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلاقة الوثيقة ثم فعل شيء حتى يريح صدر والد زيد وعمه فدعا الجميع للخروج الى صخرة امام الكعبة فوقف عليها وبدأ ينادي يا اهل قريش اشهدوا هذا زيد ابني يرثني وارثه خلاص حرره وصار ابنه حتى سموه زيد بن محمد فلما رأى ذلك ابوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا طبعا هذا قبل تحريم التبني فالعلاقات كانت وثيقة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اختيار العلاقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار والصحابة كانوا يختار ليس صحيحا ليس صحيحا ان الناس يبني علاقة مع جميع الناس هذا خطأ في ناس ما تبنوا العلاقة معاهم الثرثار لا تبنى علاقة معاه الكذاب لا تبنى العلاقة معاه الصحاب السوابق لا تبنى العلاقة معاه اللي شهواته تغلبه وتسيطر عليه اللي مشاكله لا تنتهي مشاكل مالية وسجن الى سجن هذه لا تبنوا علاقة معه علاقات سطحية ما تبني علاقات عميقة فاذا ليس كل الناس نبني معهم علاقات في بعض الناس عنده هوس علاقات يريد يبني علاقات مع الجميع هذا خطأ وانما اختار في علاقاتك اذا هذه القاعدة الاولى نعود للموذجنا اذا الجزء الاول كان الاختيار عنصر اخر رئيسي من فهم العلاقات والتربية على العلاقات بناء العلاقات بناء العلاقات الانسان حول دوائر في دوائر حولنا تذكروا هذا المفهوم تبدأ دوائر الانسان في العلاقات مع نفسه مع والدته طبعا اكثر من ابيه ثم مع ابو ثم مع اخوانه وارحامه ثم مجتمعه ثم امته ثم العالم كله وتتنوع الاساليب وانماط التواصل حسب كل دائرة من هذه الدوائر وحسب كل حالة وحسب كل موقف اذا هذه العلاقة احيانا قد تأخذ شكل النصيحة قد تأخذ شكل الولاية الولاية المحبة والنصرة قد تأخذ شكل التواصي قد تأخذ شكل الموعظة قد تأخذ شكل التعلم هناك اشكال في هذه المسألة فبناء العلاقات يعني اخترت العلاقة الان ماذا اريد من هذه العلاقة في علاقات لا اريد منها شيء سوى رضوان الله عز وجل والجوانب العاطفية علاقتي يعني باهلي باحبابي وفي علاقات اريد منها شيء اريد منها ان العلم اريد منها ان نساند بعضنا في مشروع اسلامي او ثقافي او مالي او غيره النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح بهذه المسألة واتخذ صلى الله عليه وسلم خطوات عديدة في بناء العلاقات حسب ما يناسب كل شخص مع حذيفة بن اليمان اتخذه امين سر اسرار النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا شخص ثقه ويكتم السر ويستطيع ان يتصرف صح مع الاسرار كان سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه جمع الاصحاب مرة في ايام خلافته قال تمنوا فواحد قال انا اتمنى ملء الغرفة هذه ذهبا انفقه في سبيل الله وقال الاخر انا اتمنى ملء المدينة خيولا اجاهد بها في سبيل الله بدأوا يتمنون كل واحد يذكر فقال شوفوا معرفة العلاقات واختيار الناس فقال عمر اني اتمنى من ابيتي رجالا مثل ابي عبيدة ومعاذ ابن جبل وحذيفة ابن اليمان وسالم مولى ابي حذيفة استعملهم في طاعة الله هذا معرفة الرجال واختيارهم وبناء علاقات هذا سينفعني في كذا هذا ساعتمد عليه في كذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الزبير ابن العوام ليكون الحواري الحواريين هؤلاء هم صفوة الانبياء صفوة الاصحاب هم الخاصة الذين خلصوا لهم لهذا سمي اصحاب عيسى بن مريم عليه السلام حواريين لانهم كانوا انصارا والمقربين اليه من دون الناس ولذلك الزبير كان حواري النبي الخالص المقرب الذي يعتمد عليه والذي يلتسق به دائما ولذلك يقال لمن ينصر نبيه حواري اذا بالغ في النصرة تشبيها باولئك الحواريين الذين كانوا مع عيسى بن مريم عليه السلام والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمي وحواريي من امتي يعني خاصتي من اصحابي وناصري النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا عبيدة عامر ابن الجراح امينا لهذه الامة قصة هذا الامر جاء وفد من نصارى نجران جاءوا من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاوروه ثم قالوا في نهاية القصة قصة طويلة سأرجع لها في حلقات اخرى ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في اشياء اختلفنا فيها من اموالنا عندنا مشاكل مالية والناس ما هي راضية بالقضاء اللي عندنا اختار واحد يحكم بيننا تعتمد عليه ثقى امين فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية تعالوا بالليل ابعث معكم تعالوا ثاني يوم بالليل ابعث معكم القوي الامين يقول عمر بالخطاب ما احببت الامارة قط حبي اياها يومئذ واي شيء اشرف واعلى من ان يوصف انسان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالقوي الامين قال تعالوا بكرة اعطيكم واحد ارسله معاكم هو القوي الامين يقول عمر فذهبت من صلاة الظهر مبكرا انتظر لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلن وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم اعلنها بعد صلاة الظهر يقول فلما صلى بنا صلى الله عليه وسلم نظر يمنة ويسرة يقول عمر فجعلت اتطاول لعله يراني يمكن يختارني سابعث معكم القوي الامين يقول فلم يزل يلتمس ببصره من يريد حتى رأى ابا عبيدة فدعاه وارسله الى القوم ولذلك سمي امين هذه الامة ولا زالت صفة القوة والامانة والحصافة والهمة تلازم ابا عبيدة منذ اسلم رضي الله عنه وارضاه يقول سيدنا عمر بالخطاب والله لو كان ابو عبيدة حيا ما جعلتها شورا لما جعلته المنية واضح قوي الامين اختاره وللأمة اذا هذا بناء العلاقات بناء العلاقات القاعدة الثانية في التربية القيادية على العلاقات قاعدة ثالثة احدثكم عنها بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم ومرحبا مع اسرار القيادة النبوية وحديثي عن التربية القيادية تربية القيادية فيها اجزاء رئيسية تحدثنا عن القناعات وعن الاهتمامات وعن المهارات وفي هذه الحلقة نتكلم عن التربية على العلاقات حددتكم في التربية عن العلاقات على نموذجنا عن ثلاث امور والان ننتقل الى عفو تكلمنا عن امرين والان ننتقل الى الامر الثالث وهو العمق في العلاقات هل كل الناس ابني معاهم علاقات بنفس الدرجة من العمق طبعا لا في ناس علاقات سطحية في ناس علاقات وسط في ناس علاقات عميقة في ناس حواري هذا الصحب العميق الشلة الخاصة كما يقولون وذلك من القواعد النبوية الرائعة في مجال عمق العلاقات قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الامام الترمذي احبب حبيبك هون احبب حبيبك هون ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هون ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما لا تبالغ في الحب ولا تبالغ في البغض الا باستثناءات لان الناس ممكن تتغير لا نجد في كل التاريخ علاقات عميقة كالتي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحاب الكرام وصل بهم الامر الى عدم الصبر على مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم على حبهم لصحبته حبهم لمجلسه وصل الامر شيء خيالي من اعجب ما قرأت في ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وعن ابيها حين قالت جاء شقران شقران هذا عبد كان عند النبي حرره العبد اذا تحرر يسمى مولى فشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حرر قال انت حر لوجه الله Johann عنا حر ظل يخدم النبي صلى الله له فجاء شقران يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شوفوا شوفوا الان شيء عجيب من الحب من عمق العلاقة فقال يا رسول الله والله انك لأحب الي من نفسي و اهلي و ولدي ويصف هذا يقول واني لأكون في البيت فاذكرك اتذكر اكون في بيتي فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك ما ارتاح لما شوفك واذا ذكرت شوفوا شوفوا الان شيء عجيب يقول واذا ذكرت موتي وموتك انا سأموت وانت ستموت اذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وانا اذا دخلت الجنة خشيت ان اكون تحت في الجنة فلا اراك فتخيلوا هذا الحب هو الان مشفق مش فقط على الدنيا هو مشفق حتى على الاخرة انما يكون في الجنة ويفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلا وهو في الدرجة الدنيا من الجنة فلا يصل الى النبي ولا يراه فخايف من الفراق ان ما يشوف بالاخرة فهنا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الاية ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا شاقران يحشر المرء يوم القيامة مع من احب انظر من تحب حب عميق انت ستكون معه يوم القيامة فشاقران فرح لانه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فسيكون معه في الجنة الصحابة وصلهم الخبر فجاءوا جاءوا وفوج الى شقرانه كل واحد يريد ان يسمع منا يسمع منا هذا الحديث هل صحيح هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب قال نعم يقولون فوالله ما فرحنا منذ اسلمنا فرحنا بهذا الحديث لاننا نحب الله ورسوله ونأمل ان نحشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا من تحبون انا اذكر لما كانت ثوراتي العربية فعندنا واحدة من بنات العائلة قالت انا احب فلان من الطغاة الذين سقطوا الحمد لله قالت انا احب فلان حتى لو اسقطوه فقلت لها يا بنتي يحشر يوم القيامة مع من احب قالت لا 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 ما بي اختاروا من تحبون اختاروا من تحبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن عمق العلاقة بينه وبين ابي بكر الصديق لو كنت متخدا خليلا لاتخدت ابا بكر خليلا لكنه اخي وصاحبي النبي صلى الله عليه وسلم علاقاته ما كانت بنفس المستوى عند علاقات عميقة جدا مع قليل جدا من اصحابه وعلاقات احسن اقل مع عدد اكبر وعلاقات اقل مع عدد اوسع وعلاقات مع عامة الناس درجات علاقة مع الاهل غير علاقة مع الاصحاب المقربين غير الاصحاب غير المقربين غير الناس فيقول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه اني كنت اسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر دخلت انا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف كل شخص من اصحابه صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل احد فتبعه ابو بكر وعمر وعثمان وارتج الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت احد اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان نبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبشرهم يعرف قيمتهم يعرف الناس بقيمتهم انظروا الى عمق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه يقول ابو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله الا تستعملني خليني اتولى منصب قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها فرغم ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق ابي ذار هو الذي قال عنه ما قلت الغبراء يعني الارض ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق من ابي ذار ما ولا اذا انا لما لما احب انسان في بعض الناس لما يحب خلاص يرفع ولما يكره يخفض ليست هذا هذا عمق العلاقة تعلمني هذا انا احب جدا لكنه يصلح لكذا ولا يصلح لكذا نبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا ذر حبا شديدا لكن مع ذلك ما والله فعمق العلاقة لا تؤثر على القرار وانما تعمق القرار النبي صلى الله عليه وسلم تعدت علاقته هذه المسألة الى ان وصف لاصحابه وفاتهم حتى عند الوفاء ماذا يحدث لما حضرت ابي ذر رضي الله عنه الوفاء كان في منطقة يسمونها الربذة خارج المدينة المنورة وكان عايش الوحدة مع زوجته ما معهم احد يقول نبي صلى الله عليه وسلم يموت وحدها ففعلا جاءته المنية وهو وحده فبكت امرأته بكاء شديد فقال ما يبكيك فقالت ابكي انه لا بد لي بنفسك لازم اغسلك ولازم ادفنك وليس ما اقدر ما اقدر ادفنك عجوز ما اقدر ادفنك وليس عندي ثوب يسع لك كفنا ما عند حتى ثوب اقدر اكفنك فيه كيف ما ابكي فقال لها لا تبكي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليموتن رجل منكم كان يكلم مجموعة من الصحابة ليموتن رجل منكم بفلات من الارض يعني بارض صحراء تشهده عصابة من المؤمنين العصابة يعني المجموعة اقل من اربعين فهو يخبرها ان هو سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع مجموعة من الصحابة ثم قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفي قرية ولم يبقى منهم غيري انا الوحيد اللي بقيت وانا الوحيد اللي في صحراء وما عندي احد وقد اصبحت بالفلات اموت فراقب الطريق فانك سوف ترين ما اقول شو بتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ستأتي جماعة لا تخافي سيأتون يدفنوني فاني والله ما كذبت ولا كذبت انا ما كذبت والرسول عليه وسلم ما كذب عليه قالت وان على ذلك قد تقول له قاعدين واحنا على هذا الحال تقول له كيف قد انقطع الحاج انتهى الحاج ما في احد يأتي ويدهب في هذا الطريق قال راقبي الطريق قالت فبينما هم كذلك اذا بالقوم تخب بهم رواحلهم قاعد في الاجاية فشاف امرأة ومعها رجل على الطريق فاقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك فقالت امرؤ من المسلمين تكفنوه وتؤجرون فيه تغسلوه تدفنوه تكفنوه قالوا من قالت ابو ذر قالوا نفتيه بابائنا وامهاتنا فابتدروه وبدأوا يعني بعد ما مات يتكلمون معاه ويبشروه قال انتم ابشروه انتم النفر الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفنه او يعني تحضره عند وفاته جماعة من المؤمنين بشركم انكم من المؤمنين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم حتى عن وفاتهم وكان تصديقهم كامل تصديقهم كامل اذا هذا عنصر رئيسي من حناصر بناء العلاقات او تنمية العلاقات عنصر اخر من قضية التربية على العلاقات انهاء العلاقة متى ننهي العلاقا متى نقطع العلاقة ساحدثكم عن هذا الامر الهام بعد الفاصل ان شاء الله حيكم وارحب بكم مع اسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن التربية القيادية في التربية القيادية عناصر رئيسية تربية على القناعات الصحيحة توجيه الاهتمامات تغيير المهارات وتطوير العلاقات وهذا هو موضوعنا في هذه الحلقة العلاقات هذه ليس فقط ان الواحد يبني علاقات لا لها قواعد حددتكم عن بعض هذه القواعد ودعونا نأخذ قاعدة اخرى من قواعد العلاقات وهي قطع العلاقات او انهاء العلاقة احيانا العلاقة يجب ان تتوقف يجب ان تلغى لا تستمر قد يتبدى لك من الطرف الاخر في العلاقة موقف او تصرف او تعلم معلومات جديدة تجعلك تقرر انهاء هذه العلاقة واخذوها قاعدة اكتبوها ان شئتم العلاقات تبنى تدريجيا لكن عند القرار في قطع العلاقة في انهاء العلاقة تقطع دفع واحدة تنتهي دفع واحدة ليس بالتدريج هنا رسالة خاصة لبناتنا العلاقات اذا قررتم قطعها لا تقطعها بالتدريج تقطع دفع واحدة هذه المسألة في علم العلاقات واضحة في تجربتنا في الحياة واضحة وايضا في السيرة النبوية واضحة قصتان في السيرة كانت المواقف فيها واضحة في قضية قطع العلاقة القصة الاولى قصة سيدنا زيد زيد بن حارثة رضي الله عنه وزينب بنت جحش رضي الله عنها زيد الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي زيد بن محمد قبل تحريم التبني وزينب بنت جحش الاسدية التي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت اميمة اميمة بنت عبد المطلب فزينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زيد كان عبد عنده ثم حرره ثم تبناه وعدين اختار له زينب زينب رفضت ما تريد هذه العلاقة يا زينب من بني اسد من سادات العرب من تعمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن اززوجها واحد كان عبدا فانفت ما قبلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يكسر هذه الامور ان التفاضل بين الناس هو بالتقوى هو بالدين هو بالفضل في الاسلام وليس بهذه الامور فاصر عليها فاستجابت لكن سبحان الله العلاقة ما كانت جيدة العلاقة كانت دائما متوتر ظلت العلاقة سنة تقريبا كلها توتر على فكرة هنا قاعدة في قضية العلاقات احيانا يكون احد الطرفين ممتاز جدا والطرف الثاني ممتاز جدا لكن العلاقة سيئة ولذلك اذا في علاقات سيئة ليس بالضرورة ان احد الطرفين سيئ احيانا سبحان الله ما يركبون على بعض فلا نطعن باحد الطرفين زيد من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زينب من خيرة الصحابيات ثم صارت ام المؤمنين رضي الله عنها ومن خيرة امهات المؤمنين لكن العلاقة ما مشت فزينب بدأت تضغط على زيد ان يطلقها تريد ان تنهي العلاقة زيد رافض رافض ان يقطع العلاقة يريد ان يستمر في العلاقة الى ان وصلت المسألة الى توتر شديد وزيد خلاص قرر ان يقطع العلاقة النبي صلى الله عليه وسلم عرف من خلال اشارات الوحي ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يزوجه في زينب وزينب زوجة زيد اللي كان يعتبر ابنه فخاف ان يتكلم الناس عليه تزوج زوجة ابنه لكن هو ليس ابنك هو ابن بالتبني والله سبحانه وتعالى اراد ان يلغي التبني هذا ويلغي كل اثاره وافضل طريقة لالغاءه بحيث ما يبقى اي حرج هو ان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقطع العلاقة اصبر امسك عليك زوجك لكن حسمت المسألة من قبل الله عز وجل وطلقها زيد وبعد انتهاء عدتها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بامر من السماء فكان مفروض هذه العلاقة تقطع من قبل ذاك العلاقة ما هي ماسية فانتهت العلاقة بهذه الطريقة قصة اخرى هي قصة بريرة ومغيف قصة في الصحيح بريرة كانت عبدة اما وكانت جارية عند السيدة عائشة رضي الله عنها ومغيف كان زوج بريرة وايضا عبد ثم ان بريرة حررت صارت حرة الاما اذا صارت حرة وهي متزوجة من حقها ان تقرر تبقى مع زوجها ولا تتركها لانه ما زال عبد بريرة ما تحب مغيف مغيف فقررت ان تترك قرار واضح قطع العلاقة شوفوا قطع العلاقة لما تكون صح فقطعت العلاقة مغيف يحبها حب شديد يعشقها فرفض ان تقطع العلاقة حاول معاها وهي رافضة وهو مصر ارجعي لي ارجعي لي وهو المدينة هي تمشي وهو وراها يبكي يبكي والناس تنظر اليه وهي رافضة تعيد العلاقة فبدأ يوسط الناس والناس تذهبوا اليها ارجعي له وهي رافضة فوصل الامر ان وسط النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دخل في الموضوع فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكان معه ابو بكر فذهب الى بريرة قال يا بريرة ارجعي الى مغيف قالت يا رسول الله اتشفع ام تأمر شوفوا الصحابة كانوا واضحين اذا كان امر نبوي خلاص يسلموا اذا امر بشري من حقهم ان يرفضوا فانت تشفع ولا تأمر قال بل اشفع قالت والله ما اعود اليه قط علاقة يعني قط علاقة انتهت فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما استطاع يفعل شيء والتفت الى ابي بكر فقال يا ابا بكر الا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث كيف تستمر معه وهي ما قدر تحبه فاذا كانت انتهاء حتى لو الطرف الاخر محب وراغب وكذا لكن المسألة العلاقة هي طرفين وليس طرف واحد لا تبنو العلاقات بناء على شفقة ما يبنى زواج على شفقة ما يبنى توظيف على شفقة هذا اسباب سيئة للعلاقات فاذا اذا قررنا ان نقطع نقطع هذا الجانب الرابع من فهم العلاقات ننتقل الى المدجنة مرة اخرى وننتقل الى الجانب الخامس من العلاقات وهو اصلاح العلاقات بعض العلاقات من الافضل ان تنتهي لكن بعض العلاقات يجب اصلاحها كيف ما هي العلاقات التي يجب اصلاحها العلاقات الواجبة شرعا ما يجوز واحد يقطع علاقته مع والديه ما يجوز قطع العلاقات مع الارحام فعلاقات الرحم لا يجوز قطعها يجب ان تستمر حتى لو كانت في منتهى السوء في الحديث و دعونا نعرض لكم هذا الحديث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابة يعني ارحم اصلهم و يقطعوني و احسنوا اليهم و يسيئون الي و احلموا عنهم و يجهلون علي اهل اقاربي سيئين في علاقتهم معي مع احساني لهم فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت يعني اذا انت فعلا صادق فكأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار تسفهم يعني تضع في افواههم الرماد الحار و لا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك استمر في العلاقة انت ايش خسران هم الذين سيخسروا انت باحسانك ستأخذ اجر و هم يأخذوا اثم كأنك تضع الرماد الحار في افواههم وتسفهم يعني تلقمهم الرماد الحار فهذا كناية على ان هذا الرجل منتصر عليهم منتصر عليهم فهنا العلاقة واجبة واصلاح العلاقات في هذه الحالة واجب اذا اصلاح العلاقات احيانا يكون مهم جدا لدرجة ان الاسلام رغم بغض الاسلام للكذب الا ان الاسلام اجاز ان في حالة محاولة اصلاح بين متخاصبين خاصة اذا كان الخلاف بينهم ناتج عن سوء فهم او لحظة انفعال غير مدروسة فمن حقي ان اكذب من اجل اصلاح العلاقة جاء ذلك في صحيح مسلم ليس الكذاب الذي ينمي خيرا او يقول خيرا الذي ينمي خير يعني يحاول يصلح بين الناس هذا الحديث يرويه البخاري بل ان الاسلام اعتبر اصلاح بين الناس من الاعمال العظيمة في الدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة النافلة صلاة النافلة ليست الفرض فقال ابو الدردار رضي الله عنه بلى قلنا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفي قصص كثيرة في هذه المسألة لكن أدركنا وقت الحلقة فدعونا نكتفي بهذا الفهم للعلاقات ودعوني أكرر معكم نموذج العلاقات أولا ولخص فيه الخمس أمور الرئيسية لهذه العلاقات مرة أخرى دعونا نستعرض ما قلناه في هذه الحلقة في فهم خلاصة التربية القيادية على العلاقات العلاقات ليس فقط بناء العلاقات وإنما اختيار هذه العلاقة قبل بنائها ثم بناء العلاقة ثم بعد ذلك نحدد ما هي العلاقات التي نريد أن نتعمق فيها والتي لا نريد ثم متى يجب أن نقطع العلاقة ومتى يجب أن نصلح العلاقة كان هذا حديث معكم في هذه الحلقة إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا دعوني أختم بسؤال الحلقة ثم عندنا حديث أريد أن أستعرض معكم مهم أي العلاقات أفضل؟ اختاروا علاقات عميقة مركزة لكن مع عدد قليل من الناس أم علاقات واسعة مع عداد كبيرة من الناس أم علاقات متخصصة مع الذين يشاركوني في مجالي اختاروا واحدة تنحاوروا حولها في موقع الفيسبوك أسرار القيادة النبوية بعد أن تتحاوروا سأعطيكم على إجابتي بعد ثلاث أيام بإذن الله أختموا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم سينبني عليه قول مهمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا إلى اليمن ليحاربوا بني صداء فشفع فيهم واحد من بني صداء هؤلاء شفع فيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وجاء بوفد منهم معلنين أسلامهم كان هذا الشفيع مطاع فيهم فوقف حرب ودخلهم في الإسلام وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمره عليهم الآن هذا الرجل طلب الإمارة بحديث صحيح فأجابه إلى ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإمارة إذن ليس دائما كل واحد يطلب الإمارة نرفض إمارته هناك حالات يجوز فيها طلب الإمارة يلخصها الإمام العظيم ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد من أعظم الكتب التي استفت منها يلخص لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حياة الإنسانية ويعلق على بعض الأمور ومنها هذه المسألة يقول ابن القيم جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأل ذلك إذا رآه كفءا ولا يكون سؤاله مانعا من توليته فليس كل من طلب الإمارة يمنع من توليها إذا كان الإنسان كفء ومخلص فهذه الحالة يجوز وفي ذلك قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليم هناك بعض الناس يظنون أن ممنوع أي واحد يطلب الإمارة ممنوع هذا غير صحيح الحديث واضح وصريح وصحيح في هذه المسألة الحديث الذي منع على فكرة كان يتكلم عن اثنين طلبوا الإمارة في رواية أنهم من المنافقين فأحببت أن أشارككم بهذه المعاني إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا سنخدم في الحلقة القادمة نموذج التربية القيادية في جزئه الأخير وبعد ذلك ننطلق نحو التدريب على القيادة العامة سودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته